النهاردة صلة الارحم تقطعت حضرتك ايه السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا خلينا نقول ان صلة الارحم لما تقطعت كان فيه اكتر من سبب طبعا مش هنقدر نذكر كل الاسباب هنركز في اسباب بسيطة كده عشان وقت البرنامج برضو اول حاجة طلاق الارايب بيبقى فيه زواج للأقارب ويحصل انفصال فالطلاق بين الأقارب بيعمل تقطيع لسلة الارحم ده سبب من ضمن الاسباب طمعا الثاني حاجة الحسد بقى اللي منتشر والغيرة والغل بين الناس وبعضها ما بقاش فيه نفوس دلوقتي طيبة زي زمان كانت الناس زمان نفوسها طيبة وبتحب الخير لبعض انتشر او موضوع الحسد وما يسمى بالسحر الشعوزة والأعمال كل ده طبعا برضو سبب من اسباب تقطيع سلة الارحم يعني حضرتك أصودي يا أستاذ زينب ان الوازع الديني الوازع الديني النهاردة أصبح في مرتبة أقل من زمان يعني كان ارتباط الانسان النهاردة بسجادة الصلاة اللي هي أساسا أنا بشوف ان هي عبور لكل القيم والمبادئ حضرتك أصودي ان الوازع الديني قال طبعا والسجادة تشالت طبعا وكل حاجة تشالت مش السجادة والوازع الديني بس ظهور السوشيال ميديا برضو شغلت الناس كانت الناس زمان ما فيش لسوشيال ميديا ولا نت الناس كانت بتشوف بعضها وتقابل بعضها دلوقتي بقينا نهني بعض ونعز بعض ونقدم تهنئتها دي الميلاد وننام ونقوم ونصحى ونشوف شغلنا ونتكلم ونشوف نمارس كل أماننا عن طريق سوشيال ميديا فشغلت الناس خطفت الناس يبقى أنا مهاردة بنلخص الجزية اللي حتا قلتها ان الوازع الديني السجادة الصلاة اتشالت فالقيم بعدت عننا فأصبح مهاردة هناك تقطع في صلة الأرحام بأول حالة احنا بنقول عودة تاني للسجادة بتاع الصلاة عودة تاني لربنا عودة تاني ان احنا نسجد وندعو دعاء ان احنا يعني رجعنا اليه رجوع يعني رجوع هو يرضاه لنا سبحانه وتعالى